الخدمة الداتية للإطعام بالمطاعم الجامعية بولاية جيجل فكرة تحولت للتجسيد من طرف مدرية الخدمات الجامعية كانت انطلاقتها من باب الاحتياط من كوفيد-19 والهاجس الذي عاشته الجامعة الجزائرية تجربة قمنا بها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للطالب وهذا جاء في إطار البرنامج المستر من طرف سيد مدير الخدمات الجامعية لولاية جيجل خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد حيث من خلالها تمكننا أن نضمن التباعد بين الطالب أخدم نفسك بنفسك هو المبدأ الذي تقوم عليه هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها بجامعات الوطن إلى أن أهدافها تتعدد فهي في المجمل سعي لخدمة الطالب هي خدمة داتية للإطعام أو لم يعرف بالسيرف سيرفيس هذه التجربة أخذ عليها عممناها على الإقامات الجامعية المطاعم الجامعية ونشوفه إذا كانت هذه التجربة نقلت ريد الطالب فبالنسبة لنا تعتبر تجربة نجحة أما رأي الطلبة أهمية تعطيك شغلة طيقة للطالب أنه يخدم نفسه بنفسه وأنه يحطل كمية اللي حبها هو أول حاجة سهلة على الطالبات كما أنا رأينا نشوف في قرموة سهلة على الطالبات شغل كل وحدات هزز كما نقولو حنا يا ماكلتها بيدها كانين بنات عندهم كما نقولو حنا حساسية كانين بنات عندهم توسويس فهمتني كيف من الحواج الإيجابيين تاعة أنه الطالب يدخلي هزز الماكلة تاعة وبيده وهو تطبيق عن البروتوكول الشي الصحي وهزز الشي اللي يحب الكمية اللي يحب وتنقص تخفف الطابر وتبقى المبادرة التي عممت على جميع المطاعم الجامعية تجربة تستحق أن تكون نموذجا يعمم على جامعات الوطن